أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على توفير التمويلات المطلوبة لاستكمال مراحل المشروع القومية للإنتاج الزراعي مستقبل مصر وذلك لتحقيق مستهدفاته في توسيع الرقع الزراعية وتحقيق الأمن الغذائية وأوضح مدبولي أن مستهدفات جهود التنمية الزراعية تتضمن التوسع في مساحات الأراضي المستصلحة إلى جانب تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية وتطوير نظم الراية الحقلية وأساليب الصف الزراعية جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف مشروعات مستقبل مصر والدلتة الجديدة التي تستهدف استصلاح وزراعة نحو مليونية فدان تضاف للرقعة الزراعية